اشتركوا في القناة والتأثير في قراراتهم يكونون زملاء أو أصدقاء أو أقرباء ومن بينهم نذكر الأنماط الخمسة التالية هذا النوع من الأشخاص لا يقر أبدا بالأخطاء التي ارتكبها دائما يجدون سبيلا للوم الآخر على الأحداث والوقائع والخسارات التي ارتكبوها هم السبب ببساطة يعود لعدم تحملهم للمسؤولية يعتبر علماء الاجتماع أن هذا النوع تحديدا يشكل خطرا على صحة من يتعاملون معهم ويؤثرون عليهم سلبا في بيئة العمل يوجد فرق بين التكبر والثقة في النفس المتكبرون هم من يبالغون في التقدير والرفع من ذاتهم ولا يعيرون اهتماما للغير بشكل مطلق هؤلاء يشكلون ضغطا نفسيا كبيرا على الآخر وينصح بتجنبهم قدر المستطاع المتسلطون بحسب درجة العلاقة التي تربطك بهذا النوع تسداد معاناتك في الحياة فالبيئة الاجتماعية أو العاطفية أو المهنية الناجحة تتطلب توفر روح متناغمة يسود فيها الإنصاف وعدم فرض القرارات بشكل إجباري هؤلاء باستمرار يباشرون بإصدار الاتهامات والأحكام حول أي عمل تنفذه أو أي قرار تتخذه أو أي خطوة تنوي القيام بها أكانت عامة أو شخصية الانتقاد يشكل جزءا من تركيبة شخصياتهم هؤلاء يفضل تجاهلهم وعدم الخوض معهم في النقاشات الطويلة لأنها غالبا ما تكون بدون نتيجة المحبطون والسلبيون تكون لهم قدرة مؤثرة على امتصاص كل ما لديك من طاقة إيجابية كل ما لديك من حماس للقيام بعمل أو مغامرة هؤلاء لا يرون إلا الجانب المظلم ويركزون تفكيرهم على الاحتمالات السلبية بدل احتمال النجاح ولا تتوقع منهم سماع أي كلمات تشجيع فكلما ابتعدت عنهم كلما تغيرت حياتك وأصبحت ترى فرصا وآفاق واسع لم تكن تتطلع لها بقربهم إن أعجبك الفيديو شجعنا بإعجاب وتعليق وليصلك كل جديد اشترك الآن اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر